موسيقى عضو مجلس القيادة يعايد المرابطين في محور البارخ ويتفقد جهزية لواء التاسع حراس الجمهورية الرياني يودين استهداف ميليشيا الحوثي قيادات مدنية وعسكرية وأمنية الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على ميليشيا الحوثي الإرهابية موسيقى السيدات وسادة أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة والبداية مع خبر عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح الذي تفقد جهزية دواء التاسع حراس الجمهورية بمحور البارخ في إطار زيارته ومعايداته للمرابطين في جبهات الساحل الغربي بمناسبة عيد الأطحى المبارك ونقل طارق صالح تحت تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس إلى الأبطال المرابطين في مختلف الجبهات ومحاور الدفاع عن الوطن وثمنا تضحياتهم الجسيمة التي تعد بمثابة السد المنيع في وجه المشروع الإيراني المدمر حثنا الأبطال على الاستعداد ورفع درجة اليقظة والحذر والبقاء في حالة جهزية عالية تفقد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد شبيب مخيمة حجاج بلادنا بمشعر ميناء حيث يقضي الحجاج أيام التشريق استعدادا لإتمام مناسك الحاجة لهذا العام 1445 وهنأ الوزير شبيب الحجاج بعيد الأضحى المبارك وقرب إتمام مناسك الحج لهذا العام راجيا لهم موفورة الصحة وقبول حجهم وعودتهم سالمين غانمين إلى أهاليهم كما استمع الوزير خلال جولته الميدانية بين المخيمات إلى إفادات الحجاج بشأن الخدمات المقدمة لهم ومدى مطابقتها لما هو متفق عليه مع الوزارة وكذا حرص الوزارة على المراقبة والإشراف على وكالات الحج أداد وزير الأعلام ثقافة وسياحة معمر الإرياني بشدة إقدام ميليشيا الحوثي على استهداف وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبد الكريم الصبري ورئيس أركان حرب محور تعز اللواء عبد العزيز المجيد وعددا من القيادات المدنية والأمنية والعسكرية كانوا في زيارة معايدة لأبطال الجيش الوطني المرابطين في معسكر المطار القديم شمال غرب مدينة تعز وأشار الإرياني إلى أن هذا الاعتداء يؤكد من جديد أن ميليشيا الحوثي لا عهد لها ولا مفاق ولا ذمة كما يكشف نياتها المبيتة لتقويض فرص التهدئة وأي خطوات تهدف إلى تخفيف المعاناة والأعباء عن كاهل المواطنين وأطيال فرحة أبناء تعز وكل اليمنيين بتخفيف الحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على المحافظة منه قرابة عقد من الزمن زار الوكيل الأول لمحافظة المهر العميد الدكتور مختار بن عويض الإدارة العامة للأمن في مدينة الغيضة برفقة الوكيل الفنية المهندس عوض جويزان وأستقبل الوكيل الأول المدير العام للأمن والشرطة العميد مفتي صمودة وأهنأ الوكيل ضباط إدارة الأمن بهذه المناسبة العظيمة لأقيل انتهان قيادة السلطة المحلية وتبريكاتها مثمن دور ضباط الأمن وأفراده في الحفاظ على السكينة العامة وممتلكات المواطنين وألقاء المدير العام للأمن والشرطة كلمة ترحيبية أشهد فيها بالنجاحات التي حققها منتسبها الأمن والشرطة في تنفيذ الخطة الأمنية خلال عيد الأضحى المبارك مؤكداً التزام رجال الأمن وشرطة بأداء واجبهم الوطني رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث بيسر وسهولة تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمر الصغرى فالوسطى ثم جمارة العقبة وبعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن حركة الحجاج نحو جسر الجمرات اتسمت بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن سكنهم في مشعر ميناء أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم دشر مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الشريك المنفذ أو المنفذ مؤسسة يمان في العاصمة الموقع تعدى المشروع الأضاحي في اليمن للعام 1445 للهجرة وأوضح المنسق للعام أو العام لللجنة العلية للإغاثة جمال بالفقيه أن المشروع يستهدف الأسر المحتاجة والأشد فقرا والمعاقين نقدم شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هذا المشروع ويأتي تدشين مشروع الأضاحي في إطار الجهود المتواصلة من المملكة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها لأبناء الشعب اليمنين فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على ميليشي الحوث الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مافيو ميذر صنفنا ثلاثة أفراد وستة كيانات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين كما صنفنا سفينة واحدة مملوكة من أحد الكيانات التي فرضت عقوبات أو فرضت نعم عقوبات عليها وأعددناها ممتلكات محظورة وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على التزام واشنطن باستخدام الأدوات المتاحة لنا لعرقلة تدفق المواد العسكرية لليمن التي تمكن الحوثيون من شد أو من شن هذه الهجمات الإرهابية وأشار إلى أن هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية غير المسلحة تستمر في عرقلة ملاحة في ممر مائي حيوي تشهد مدن سخل حضرموت أجواء صحوة مع بعض الصحوب المتفرقة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الخرارة حارة نهارا إلى دافئة رطبة ليلا وفي أرياف ساحل حضرموت والهضباء الجنوية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الخرارة حارة نهارا مائلة للاعتدال ليلا فيما تشهد مناطق واذي وصحراء حضرموت والهضباء الشمالية أجواء صحوة مع انتشار بعض الصحوب الرعضية على رؤوس الأودية والهضام ورياح معتدلة السرعة ودرجات الخرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلنا إلى نهاية هذه النشرة مشاهدينا وهذا تذكير بأبرز مجاة فيها من أفع عضو مجلس القيادة يعيد المرابطين في محور البرح ويتفقد جاهزية لواء التاسع حراس الجمهورية الرياني يدين استهداف ميليشيا الحوث قيادات مدنية وعسكرية وأمنية الولايات المتحدة تفرغ عقوبات جديدة على ميليشيا الحوث الإرهابية وليمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضر موت شكرا لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة في أمان الله